احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تخيل انت ان امنة امه ماتت وهي بنت عشرين عاما امنة كان عندها عشرين سنة لما ماتت وابوها عبدالله توفي وقبض ودفن بالابواء في يثرب صارت بعد وصول ابنه اليها بعد تلاتة وخمسين سنة من هذا الحدث صارت المدينة المنورة ماتوا عنده خمسة وعشرين سنة بس في نقطة لما كان الاطفال او ابناء ابو طالب وهو ينام معهم فكان الاطفال يقوموا شعرهم منكوش وهو شعرهم مغبر كان يقوموا ويستيقظوا صلى الله عليه وسلم ممشط الشعر مدهونا يا الله فعمه لاحظ وبعدين اولاد عمه كثر عشرة فكانوا يتخطف الطعام وهو لا يخطف الطعام فكان عمه لما اذا لم يحضر حبيب عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير كان يحجز له الطعام وبعدين اذا حضر فاكل معهم الطعام يكفيه فاذا لم يحضر لا يكفيهم الطعام فكان ابو طالب يقول انتظروا حتى يأتي اخوكم محمد العجيب لما كفله جده وهو في الثامنة بعد موت امه في السادسة كان في السادسة من عمره كفله جده جعل سنتين في بيت جده صحيح الجد كان عنده ابناء كثر كان عنده عشرة اولاد عبدالله والد النبي صلى الله عليه وسلم الابن لخم عشرة يعني الرسول عنده التسع اعمام غير ابي فالتسع دول لهم اولاد فعبدالمطلب مجغول ماذا التي ربت لم يذكر في التاريخ للأسف وده تقصير منا كدعاء وعلماء وفقهاء وشراح لحضارة الاسلام العظيمة ان نبين هذه اليوم فاطمة بنت عمر لزوجة عبدالمطلب هي التي ربت عبدالله ابو النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي ايضا ربت النبي اياما كان عند جده سبحان الله ويتبقى باللهجة العمية بتاعتنا حمات امنة ام النبي صلى الله عليه وسلم وامنة لما مات زوجها امر طبيع ان البنت اذا مات زوجها عادت الى اهلها واهلها في المدينة لكن لحسن العلاقة بين امنة وبين ام زوجها فاطمة بنت عامل جده النبي صلى الله عليه وسلم استقرت عندهم في مكة يبقى المدلول فيه العلاقة ايه قمة العائلات او الاسر او العشائر الفاضلة فاضلة الخلق تبقى عندهم ويتربى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك رحظت ملاحظة وانا في هذا العمر الحبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد سمى بنته فاطمة تيمنا بجدته ملمح يعني فاطمة هذه وبعدين اللي تولت لعياته بعد ما انتقل من بيت جده لما مات الى بيت عمه وعاش فيه 17 سنة ابو الطالب كانت زوج ابو الطالب اسمه فاطمة بنت اسد فتيامنا بالاثنين سمى بنته فاطمة يعني يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يعشق الكبراء زنتك في الخلق العظيم شمائل يغرى به ويقول صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا